اكدت معالية سيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب أن البحرين وفي ظل الرعاية السامية والقيادة الحكيمة من لدن ملك البلاد المعظم باتت واحة للتعايش السلمي ومركزا لمختلف الثقافات والأديان وداعية للحوار والسلام في العالم ونوهت رئيسة مجلس النواب إلى أن النهج الذي رسمه جلالة الملك المعظم يمثل نبراسا وطنيا ونموذجا عالميا للقيم والمبادئ الرفيعة والتي برزت عبر العديد من البرامج الحضارية والمشاريع الإنسانية حتى باتت مملكة البحرين مثالا معطاءا للتنوع الديني والثقافي والاجتماعي ورحبت معاليها بزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين ومؤكدة أن هذه الزيارة تكتسب أهمية وأن مملكة البحرين حظيت بهذه الزيارة الاستثنائية نظرا للمبادرات الإنسانية العالمية التي تعلنها المملكة انطلاقا من رؤية جلالة الملك المعظم ولفتت معاليها إلى أن التعايش الإنساني يعد من الثوابت الراسخة لمملكة البحرين وركزة تدور حولها كافة الجهود الوطنية